اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة بالفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق اسام عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الادارية الجديدة وتناول الاجتماع عددا من الملفات والموضوعات ذات الصلة بالانشطة والمهام التي تنفذها القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحماية مصالحها الاستراتيجية كما تم استعرض المستجدات والمتغيرات الاقليمية والدولية الراهنة وتدعياتها على الامن القومي المصري وكذا الجهود والمواقف المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني للتخفيف من الاوضاع الانسانية المتردية داخل قطع غزة بالتنصيق مع المؤسسات الاممية وكافة الدول الشقيقة والصديقة وتمن الرئيس السيسي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية لمواجهة التحديات الناجمة عن الازمات العالمية والاقليمية المتلاحقة معرضا عن اعتزازه بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة في تنفيذ كافة المهام والواجبات المكلفين بها للحفاظ على الوطن وحماية امنه القومي اشتركوا في القناة